هنبدأولى فقاراتنا النهاردة مع المنتخب الوطني الاول واللي بيستعد لمباراة اوغاندا الولا هتكون يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في كنبالا والتاني يوم 5 سبتمبر في استاد برج العرف في اسكندرية المنتخب اختتم تدريباته النهاردة صبح بمشاركة 29 لاعب بعد منضم محمد صلاح وعمر جابر وحمد حسن كوكا والتدريبات استغرقت حوالي ساعة بالزبط وبعد كده هكتور كوفر المدير الفني للمنتخب استبعد اربع لعبين من استفر لاوغاندا وهما محمد عواد ومحمود عزة وحمد الشيخ وايمن اشرف وبعثة المنتخب اتجمعت في مطار برج العرب عشان يسافروا لكنبالا عاصمة اوغاندا الساعة 2 وقعدوا في صالة كبار الزوار لحد اجراءات السفر خلصت وبعد كده تيارة المنتخب اتحركت من مطار برج العرب الساعة 3 وربع ووصلت بالسلامة لكنبالا الساعة 9 وربع تقريبا هكتور كوفر قرر انه يريح اللعيبة النهاردة من التمرين وده عشان خايف طبعا من تعرض اي لعب لاي الاجهاد وبكده المنتخب هيتمرن بكرة بس في بروفة تدريبية اخيرة قبل ما يخوض المباراة لسه مع كواليس المنتخب والمهندس هاني ابو ريدا رئيس اتحاد الكورة قعد مع نجمينة المصري محمد صلاح في مطار برج العرب قبل السفر لاوغاندا عشان يتطمن عليه بعد ما اشتكى من الاجهاد قبل الانضمام للمنتخب محمد صلاح اكد انه جاهز جدا لاي المشاركة في المباراة وانه هيبدل كل الجهد اللي عنده خلال اللقاء خصوصا ان الفوز في المباراة هيقرب منتخبنا من الدخول في المونديال وما كاملين مع المنتخب وهكتور كوبر لحد دلوقتي ما استقرش على التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه مباراة اوغاندا يوم الخميس اللي جاي والسبب هو تأخر وصول اللعبين المحترفين فقرر انه يأجل التشكيل لحد ما انتهي من التدريب الاخير للمنتخب عشان يقدر يتطمن على مستواهم الفني والبدني ويستقر على التشكيل النهائي كوبر لحد دلوقتي ما استقرش مين اللي هيحرص مرمى منتخبنا الوطني وبيفاضل ما بين الحضري وشريف اكرامي وكمان ما حسمش مركز المهاجم واللي بيفكر في مشاركة عمر جمال من البداية او يبدأ برمضان صبحي ومحمود كهربا ومن وراهم ترازي جي ومحمد صلاح كمان امبارح اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة العودة ما بين المنتخب الوطني وأغندا والتي تتلعب يوم 5 سبتمبر اللي جاي ان شاء الله في استاد برج العرب وخصص منفزين للبيع في استاد القاهرة وفي نادي استيد وطبعا غير المنافذ اللي موجودة في اسكندرية وبالنسبة للأسعار التذاكر فيه تذكرة موحدة سعرها 75 جنيه والدرجة الأولى سعرها 200 جنيه لكن امبارح كان الإقبال ضعيف جدا على شراء التذاكر وده طبعا بسبب ان لسه فيه وقت كبير قبل المباراة الوطني الأول هنروح مع بعض لكابتن حسام البدري مدير الفني للنادي الأهلي واللي قدر انه يقود النادي الأهلي للفوز ببطولة الدوري والكاس ويحاق التنائية للمرة الـ 14 في تاريخه كابتن حسام البدري اثار الجدل ما بين جمهور سوشال ميديا بعد تصريحاته الأخيرة ولتكلم فيه عن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي الملك ريال مدريد لما تسأل عن تقييمه لزيدان مع ريال البدري قال على زيدان انه محققش طفرة مع الفريق الملكي وان تعقدات ريال مدريد مع لعابين وميازين هي اللي صنعت الفارق وقال كمان كانت سبب رئيسي جدا في النتائج الجيدة والفوز بالبطولات وقال كمان ان العيبة المرنجي كان لها تأثير في أداء الفريق أكتر من فكر المدرب جمهور سوشال ميديا كاعدته ما فوتش الفرصة دي وبدأ يحفل على تصريحات حسام البدري خصوصا ان زيدان كان ليه بصمة واضحة جدا معي المدريد وقدر يفوز معاه بسبع بطولات فقال من سنتين فاس ببطولة الدوري الأسباني مرة والسوبر الأسباني مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوروبي مرتين وكاس العالم للأندية مرة واحدة انا بصراحة نفسي افهم ازاي كل ده ومحققش أي طفرة يا كابتن حسامي طيب تعالوا نشوف ردود أفعال جمهور سوشال ميديا كانت عاملة ازاي ولكن مندهش من تقييم كابتن حسام البدري لزين الدين زيدان وهنبتدي مع إيهاب واللي كتب زيدان فعلا كان قاعد مش على بعضه ومستني رأي كابتن حسام البدري وكمان محمد قال حسام البدري بيقيم زين الدين زيدان وبيقول انه معملش طفرة في الريال لو النبي حش التكتاكة اللي انت تعلمتها في برشلونة وطبقتها في الاهلي أما حسين فكتب حسام البدري اللي بيلعب بطريقة هيا بنا نلعب بيعلق على زيدان وأخيرا أحمد نشر صورة للبدري وزيدان وقال زيدان مش عجب حسام البدري عجبت لك يا زمن وهي لسه مع حسام البدري واللي بيفوضل حاليا ما بين مجموعة من اللاعبين المدافعين عشان ينضم واحد فيهم لنادي الاهلي عشان يعوض رحيل أحمد حجازي عن الفريق ولا تم تقعارته لنادي واس بيومتش ألبيان الإنجليزي البدري استقرب نسبة كبيرة جدا على ضم اللاعب السوري عبدالله الشامي لاعب صفاء اللبناني خصوصا أن اللاعب في دلوقتي وعقده مع الفريق اللبناني ما تمش تفعيله وكده بيحق لي الانضمام لأي فريق من غير الدخول في أي مفاوضات معنا دي البدري بيفكر كمان يضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية ويحكم على مستوى على الطبيعة من خلال التدريب والمباريات وفي حالة أنه أثبت حقيته أنه ينضم لنادي الأهلي هيستمر مع الفريق ولو ما نجحش فيه إثبات نفسه هيتم الاستغناء عنه في يناير اللي جاي خصوصا أنه مش هيكلف نادي الأهلي مبلغ كبير لأنه لاعب فيه زي ما قلتلكم وده اللي بيفكر فيه حسام البدري لكن لسه ما خدش القرار النهائي لأن فيه مجموعة طبعا تانية من اللاعبين معروضين على نادي الأهلي وأبرزهم مدافع فلسطيني وكمان أحمد الصالح لكن زي ما قلتلكم قبل كده أن الراتب المادي الكبير هو العقبة الوحيدة اللي موجودة دلوقتي عشان يتعاقدوا معاه نروح لمحمد حمدي ذاكي لعب نادي الأهلي واللي أخيرا اتنقل نادي سموحة بشكل رسمي مقابل 2 مليون جنيه النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعب لسموحة خصوصا أن العرض الأفضل مديا وتم تفضيله على عرض مصر المقصة واللي طلب اللاعب مقابل مليون جنيه بس مسؤولين النادي الأهلي بعتوا لنادي سموحة لاستغناء الخاص محمد حمدي ذاكي وكمان اللاعب وقع على تنازل بجميع مستحقاته للنادي الأهلي محمد حمدي ذاكي كان رفض أنه ينتقل من النادي الأهلي لأي فريق تاني في صفقة بدلية وكمان كان رفض أنه يرحل عن النادي الأهلي على سبيل الأعارة وهو ده اللي اتحقق ونضم على سبيل الشراء النهائي لنادي سموحة مقابل 2 مليون جنيه ومن النادي الأهلي هنروح لأخبار نادي الزمالك ومديره الفني الجديد نيبوشا واللي حضر انبارح مجردات نادي الزمالك الودية وصاد السلامية الكويتي من المدرجات واللي انتهت بفوز نادي الزمالك 2-0 نيبوشا أشاد بلعبين نادي الزمالك خلال اللقاء وكمان نادي الزمالك صرف مؤدم عقد نيبوشا قبل سفره للأردن فأجازة سريعة لمدة 3 تيام وهيرجع بعد كده ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي كمان نيبوشا طلب من إدارة نادي الزمالك ان يحصل على نسخة من عقده وزمالك فعلا سلم نيبوشا نسخة من العقد بتاعه بلغة انجليزية وكمان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قال ان نيبوشا هو قال لي الحق في تحديد مصير جهازه المعاون بالكامل ومش هيكون لمجلس إدارة نادي الزمالك الحق في التدخل بخصوص النقطة دي لسه مع نادي الزمالك ولو وافق على إعارة اللعب البوركيني محمد كوفي لنادي طنطة بس بالشارط ان نادي طنطة هو اللي يدفع الراتب كوفي السنوي واللي بياخده في الزمالك واللي قمته 300 ألف دولار عبدالزاهر استقى مدير الكرة في نادي طنطة اجتمع بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عشان يحاول يقنعه انه يستعير اللعب لمدة سنة في ظل وجود خمس لعبين أجانب في نادي الزمالك واتحاد الكرة قرر قيد أربع لعبين بس رئيس نادي الزمالك وافق على مبدأ إعارة كوفي لنادي طنطة لكن الراتب السنوي الكبير اللي بياخده طبعا كوفي مع نادي الزمالك هيكون عقبة قدام نادي طنطة عشان يتمموا الإعارة ومكملين مع نادي الزمالك واللي بيفكر في الاستغناء عن محمد إبراهيم لعب الفريق وعرضه للبيع أو للإعارة لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خصوصا أن النادي الزمالك عنده عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي بيلعبوا في نفس مركز اللعب زي أيمن حفني وأحمد رفعت وأحمد داودة وأحمد كبوريا وصلاح أشور وعبدالله جمعة والمستشار المرتضى منصور بيفكر بجدية إزاي يمشي أو يبيع أو يعير محمد إبراهيم من القلعة البيضاء خصوصا أن اللاعب من ساعة مطصاب لسه مرجعش للمستواء المعروف لحد دلوقتي روح لفقرة البويتنج بتاعتنا النهاردة مع عبدالله السعيد وصالح جمعة نجوم النادي الأهلي ولموجودين حاليا مع المنتخب الوطني الأول اللي هي لعب قصات أغاندا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بيعتمد على عبدالله السعيد في التشكيلة الأساسية وكان واحد من أهم مفاتيح لعب المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة والتعبت طبعا في الجابون وفاز فيها منتخبنا الوطني الأول بالمركز الثاني بعد هزمتنا من الكاميرون في النهائي قبل البطولة كان عبدالله السعيد أفضل لعب في الدوري المصري وقدم مستوى مميز جدا مع النادي الأهلي لكن بعد انتهاء البطولة وبسبب الإجهاد وتلاحم المباريات عبدالله السعيد كان أداءه مش ثابت ومتزبزب مع النادي الأهلي وكان بيقدم مستوى كويس ساعات وساعات يكون نجم المباراة وساعات تانية برضو ما يكونش في مستوى المعروف أما بالنسبة لصالح الجمعة واللي كان بعيد عن المشاركة مع النادي الأهلي وكان دايما على دكة الاحتياطي أخذ الفرصة في آخر خمس مباريات في الدوري وكمان مباريات كاس مصر وزهر بمستوى جيد جدا خلال المباريات دي وده اللي دفع طبعا هكتور كوبر أنه يضمه في قيمة المنتخب واللي هتلعب مباراة أغاندا يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله على ملعب نالس المندلة والتانية هتكون يوم 5 سبتمبر اللي جاي في ملعب بورج العرب في اسكندرية وبكده هكتور كوبر وده مختيارين إنه يلعب بعبدالله استعيد أساسي ويستفيد من خبراته مع المنتخب أو إنه يبدأ بصالح جمعة بعد تقلقه مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة إحنا في برنامجنا نهاردة عملنا تصويت على صفحتنا DMC Sports TV على تويتر وسألنا وقلنا مين الأجدر بالمشاركة أساسي في لقاء مصر وأغاندا عبدالله السعيد ولا صالح جمعة وكانت النتيجة زي ما واضح قدامكم على الشاشة 52% كانوا مع مشاركة عبدالله السعيد أساسي 48% كانوا مع مشاركة صالح جمعة أساسي واضح كده من النسب دي إنه فيه انقسام ما بين الجمهور على السوشل ميديا حوالين مين إلا هيبدأ عبدالله السعيد ولا صالح جمعة أساسي ده كان رأي جمهور السوشل ميديا تعالوا نروح نشوف مع بعض رأي الجمهور في الشارع ونرجع نكمل معاكم مرة تانية صالح جمعة وانوش فنان وراجل حريف ولعب كويس وكل حاجة بس دي ماتشاط عايزة خبرة دولية وعايزة واحد يكون فاهم المنافس الشكلي وأعتقد إن عبدالله السعيد أقدر بدأ لا عبدالله السعيد كخبرة خبرة عبدالله السعيد لكن صالح جمعة حريف ونتمنى إنه يشير صالح جمعة عشان هو بيقدر يفيد الفريق بيرفع أصدقاء كويس اللي قديم بيفتح حلول إنما عبدالله السعيد ممكن فاولات في الحلول لكن حلول الفردية عبدالله صالح جمعة صالح جمعة جاهز أكتر وفاتنس أعلى من عبدالله السعيد عبدالله السعيد تقل شوية الفترة الأخرانية دي صالح جمعة عن عبدالله السعيد لا عبدالله السعيد ليه؟ لا عبدالله السعيد خبراته تسمح له بأنه هو موجود في المباراة دي وأعتقد إنه هو كامل مستواف المنطقة إخيتي دي كان كويس يعني فأعتقد إنه هو هيبقى أنسى عبدالله السعيد ليه؟ عشان أنا شايفه صراحة قدرته أني أكفل صالح جمعة يعني هو جدير إنه هو يقوم بالموضوع ده عبدالله السعيد مهاري خبرة لا لا يقلل شيء من صالح جمعة ولكن المباراة عايزة خبرة عونوكو الزجاجة نعديها إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن ربنا ونعدي مباراة وغند على خير أعتقد إن السلاح جمعة جاهز عن عبدالله السعيد عبدالله السعيد مرهج جامد يعني ومستوى يعتبر أقل كتير عن ما هو كان بدأ بيه ودي فرصة كويسة السلاح جمعة يبقى كويسة الله صلاح جمعة ليه؟ صلاح جمعة يعني الفترة الأخيرة دي يعني بيقعد كويسة وليقته أحسن يعني شايف إنه أحسن يعني اللي فائق في الفترة الأخيرة دي صالح جمعة أمت يعني الفترة الأخيرة عبدالله السعيد مش مش موجود بشكل كويس في الملعب لا في الأهلي ولا هيبقى مع المنتخب أنا شايف إنه صالح جمعة بيفرق جدا لما بينزل مع الأهلي بيفرق بيغير شكل الملعب جدا بينقل الأهلي القدام هو الوحيد اللي بيقوم بدور أبو تريكا حتى ممكن اللي يقوم بدور ده مع المنتخب مكان أبو تريكا في الفترة الأخيرة دي صالح جمعة ليه؟ عشان ليقته أحسن ليقته أحسن من عبدالله عبدالله أبطأ نضملنا عبر الهاتف كابتن حسام البدري مدير الفني للنادي الأهلي مساء الخير أو صباح الفل على حضرتك نعم مساء الخير إزاك عشيما؟ منورنا يا كابتن حسام في تايموت والله الله يخليك الله يخليك وبالتوفيق دائما كده الله يخليك عايزين بقى تعليقك على التصريح أكيد طبعا يعني أنا سمع أن هي ما وصلتش كده أو ما تقلتش كده أكيد طبعا يعني طبعا كويس أن كنت بتقولي كده لأن أنا وصلني دلوقتي بلغوني على التصريحات اللي تلعت أن أنا قلت بالتدان ما أضفش لغير المدريد وطبعا الكلام ده مش مظبوط لكن يبدو طبعا أن فيه محدودية برضو في نسمع الخبر فمش عارف ينقله أو مفصلهش بشكل كويس طبعا عايز نسمع من حضرتك كنا طبعا كنا بنتكلم على الريال في أحد المداخلات مع أحد البرامج قريفة كلمت طبعا على أداء المميز لريال مدريد واتكلمت على أداء زيدان وقلت طبعا أن الريال في الفترة الأخيرة دعم بشكل كويس جدا جاب مجموعة مميزة من لعبين مع مدري مميز فبالتالي اكتملت المنظومة بشكل كدير فشفنا التفوق اللي حصل اللي في ريال مدريد في أداءها وفي دجة البدلاء اللي موجودة وكنت بأكد طبعا أن تمالي الفرق الكبيرة تبقى عبارة عن مجموعة لعيبة مميزة ومدرب مميز بقدر صفر على لعيبة فبالتالي دا اللي تقال قلت ما ينفعش المدرب لوحده من كده أنا ما قلت ما ينفعش المدرب لوحده فلنقل الخبر ما فيمش يعني ايه كلمة مدرب لوحده قلت تمالي الفرق الكبيرة بتبقى مدرب مميز ومعه مجموعة لعيبة مميزة لدر حدافهمه بالزاف على المستوى الكبير أما نتكلم على الغيالة أما نتكلم على برشولونا فأكيد لازم تبقى فيه طبعاً حزرات عالية بتبقى توفر مجموعة من اللاعبين وشوفنا تأثر برشولونا بغياد بعض اللاعبين وطبعاً ممار وبعض اللاعبين اللي عمر استمتدت تجبر برضو رحيل بعض اللاعبين تأثر برشولونا بشكل كبير جداً وقلت إن ريال بيمر بمرحلة جديدة في تكايم في مجموعة شباب في مجموعة لعيبة مميزة في الإضافات الإضافة مع المدرفة بالتالي اكتملت مدرب كويس مع مجموعة لعيبة ما ينفعش مدرب لوحده ما ينفعش لعيبة لوحدها ساعة لتبقى المنظومة مش كم فيمكن لنقل الخبر نقلوا بالشكل خد نصف كابتن حسام حدلك شايف إن في حد بيتربص مثلاً لكابتن حسام البدري مستنيله أي كلمة عشان يعمل حوار كبير عليها؟ في الزبط أو ممكن من القدرات ممكن هو مش فهم الكلام اللي أنا قلت يعني ممكن من القدرات بتبقى هو مش فهم الكلام اللي أنا بقوله أو ممكن زي ما أنت بتقوله في بعض الأحيان بيحاول ياخد خبر على أساس يعمل إصارة ويبقى حسام البدري قال فبالتالي تبقى فيه فاقرة ده كان أنا حديت أوضح طبع من خلال فرنامج بتاعك كلام ده هو اللي تقال قلت إن مجموعة لعيبة مميزة مع مدرب والعكس أنا أشدت بزيدان في المبارات التانية في المبارات العودة قلت إن هو ضمن الفوز ممكن ماستخدمش الدكة اللي معاه ماستخدمش بينما كان موجود معاه برا ماستخدمش اسكو ما كان موجود وأثبت إن اللعيبة اللي موجودة قدت الغارة وقدت رسالة للعيبة اللي موجودة برا على الدكة إن أنا عندي بالعكس قلت ده يعني حتى في أحد القنوات التانية قلت الموضوع ده قلت إن هو استفاد بالفوز التاني في استخدامه وبعت رسالة للعيبة التانية إن عندي مجموعة كعيبة مميزة فزود المنافسة فدي كلها إشادة بزيدان لكن يبدو طبعا لنها الخبر مش فاهم أو في غرض طبعا ما هو عاوزين الخبر لكن أنا أشدت بزيدان وأشدت فرقة ريال بشكلها الجديد وبشكلها المميز وبدأها في المباراة الأخيرة كابتن حسين بشكرك جدا على التوضيح ده وطبعا بما إنك معينا نهارده ومنورنا في تايموت عايزة بقى أكلمك شوية عن المنتخب وعايزة أعرف حرك شايف فرص منتخبنا الوطني إزاي في المباراة القادمة أصاد أغاندا إن شاء الله لا إن شاء الله احنا متفقلين إن شاء الله خلينا نقول إن مباراتين أغاندا دول مباراتين مهمين جدا يعني بشكل كبير جدا إلى كاس العالم المباراتين مهمين جدا كلنا عندنا صدقة إن شاء الله في جهاز المنتخب والعيمة المنتخب وأكيد أنا متأكد يعني المباراة بايت المنتخب عندها وعي وعرفة المباراة دي بالنسبة لهم مشوار كبير وخطوة كبيرة جدا في مشوار التأخذ إن شاء الله كلنا متفاعلين إن شاء الله وتبقى المبارات جايها الخطوة الأولى إن شاء الله والمبارات التانية في مصر بإذن الله كابتن حسام البدري ألو ألو أيوة كابتن حسام أيوة محضرتك عايزة تكلم محركة طبعا عن شوية فنيات يعني في المباراة كده لو حضرتك يعني المدير الفني بما أنك مدير الفني للأهل يحضرك المدير الفني للمنتخبنا الوطني الأول هتبدأ بمين في الهجوم في مركز المهاجم الصريح لا هو برضه تملي أنا من عادي يعني حتى ما بييجي في بعض الأحيان السؤال دوت على فرقة الناجد أهلي بقول تملي المدير الفني هو الأكبر بإمكانيات لعبته وفي نفس الوقت بدراس الخصم وفي نفس الوقت في تفكيره في المباراة أكيد كوبر هو أكثر واحد وأكثر واحد بتشكيل اللي ممكن يستخدمه لكن خلينا نتكلم أن هناك عناصر مهمة جدا وعناصر أساسية بتبقى موجودة والتغيبات في حدود وليلة جدا والاحتمالات في التغيب بتبقى ليلة جدا لكن منتخب مصر أعتقد أنه هو إن شاء الله عنده عناصر مميزة بالوقت أنت بتكلمي على العناصر الهجومية الموجودة يعني فيه الراجل عنده عمر جمال ممكن يستخدمه بشكل كبير وعمر ظهر بحالة كويسة في الفترة الأخيرة صحيح خصوصان فمورات الوداع مع نادي الأهلي فمورات المصري ظهر بشكل كويس لكن عمر طبعا عنده دوافع كبيرة واعتقد إن شاء الله هو ممكن بالأقرب إن شاء الله شكرا لي كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي البطولة أمريكا، ألمانيا، ماليزيا، أستراليا، طبعا لعبي مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين طبعا مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب التصنيف العالي في دنيا الناشئين على مستوى العالم الحقيقة البطولة نكحة بكل المقاييس فنياً وجامهرياً وفنياً كل حاجة ماشى كويس نادي الصيد عمل استضافة جميلة والملاعبه رائعة الحاجة اللي عايز أقول لك هلياني البطولة بنسختها الرابعة يعني بنحقق رقم يعني محترم جداً في عدد المشاركة حالي سبعمائة وشوية مش فاكر فأنا الحقيقة من أسعد الناس من البطولة برضو تستمر وتجيب نتيجة وتبقى كل سنة بتحسن عن السنة والله يعني إحنا ما عندناش لعيبة كتير قوي من بره السنات بس فيه لعيبة من بره بس لأ البطولة جامدة البطولة الناشفة قوي من مبارح 3-2 فيه ماتشاط كتير قوي في السيمي فاينال 3-2 فيه نتايق غير متوقعة من أول 11 سنة لغاية 19 سنة فيه أربع لعيبة من اللي لعبة بولة العالم وزيلاندا اللي فاتت على طول الشهر اللي فات مشاركين في تحت 19 سنة بطلة العالم تحت 19 سنة مشاركة روان رضا بطل العرب لا فيه البطولة ما شاء الله الحمد لله كفنان كويسة قوي نتمنى إن شاء الله أنه فيه عدد لعيبة أكتر من المصرين السنة الجاية يعني ده هيجيب لعيبة أجانب أكتر إن شاء الله إن شاء الله الجول بتاعي أن أنا أخد إن شاء الله بطولة العالم ناشئين ناشئات وبطولة العالم كبار سيدات بس وأنا بطلة الأعلى طبعا مور الشربيني بطلة النادي بتاعنا وبطلة العالم ثلاث مرات على التواليف طبعا في بطلة العالم أنا لعبت طبعا ليس لعبة روان في بطلة العالم إليكا في نوزيلاندا من شهر وشوية شرت هاتف بس مراضي يعني قلت مش حينفع بأي نفس السكور تاني وما فاتم لعبت وحش ما كانتش لعبة أوي في البطولة فكنت يعني قلل نفسي أن أخش ألعب لعبة تاني وحاول أغير لعبة معيها فسرت ثلاثة واحد كان الجيل ماتش كان شكله أحسن بكتير من ماتش تاني بس يعني الحمد لله ومرة جاي أحسن إن شاء الله بسوطة أن أنا كسبت بطولة الحمد لله يعني أنا لسه رجع من بطولة عالم وكسبت بطولة عالم الحمد لله فإني دي جود وين بالنسباني عايزة أبضل أكمل بسويه بضل زي يعله وأكمل وأبضل أكسب عشان يعني أبقى أحسن وأبقى في حتة أحسن من دي كتير وبنوصل مع بعض لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة عرض إجاباتك ورسائلكو على سؤال حلقتنا النهاردة ما يتوقعاتك لتشكيل المنتخب قدام أغندا في التصفيات المونديال هستنى مشاركاتكم من خلال هاشتاج البرنامج شجع معشيمة على تويتر أو من خلال المداخلات على الأرقام التي تظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة وهنبتدي الأول مع هاشتاج البرنامج شجع معشيمة وهنبتدي مع محمد سامي بيقول أتوقع الحضري فتحي حجازي ساعة شيفو النني طارق تريزيجي عبدالله وعمر جمال محمود صلاح بيقول شجع معشيمة بس وعبدالله الشيفي بيقول التشكيل الحضري علي جابر حجازي علي جابر أصلا متصابه برا المنتخب عبدالشافي عبدالله حامد تريزيجي كهرباء جمال صلاح أيمن بيقول الحضري فتحي حجازي ساعة شافي عشور النني سعيد رمضان صلاح عمر جمال بقول المرة مليون الحضري عشان الخبرة عايزين نسعد يوسف أحمد بيقول صباح الفل ياشيمة الحضري فتحي ساعة حجازي شيفو النني حامد صلاح تريزيجي وعبدالله وعمر جمال وبحبك بشورك جدا يا يوسف معنا مين من الأليوبية محمود صباح الفل يا محمود صباح النور محمود عايزة أعرف رأيك وتوقعاتك لتشكيل منتخبنا الوطني الأول في مباراته إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي قصاد أغندا حارس المرمى يبقى عصام الحضري الباك المين أحمد فتحي حجازي وساعة سنير الباك الشمال عبد الشافي اثنين وسط ملعب النني وطرق حامد صلاح عليمين عبدالله السعيد في النص الشمال تريزيجيرا في الحرب عمر جمالي شكرا لك يا محمود نورتنا ومعنا سيف من القاهرة صباح الفل عليك يا سيف عايزة أعرف توقعاتك لتشكيل منتخبنا الوطني الأول إن شاء الله في مباراته يوم الخميس اللي جاي قصاد أغندا هيبقى عصام الحضر في حص المرمى الدفاع عحمد فتحي وحجازي وساعة سمير وهو مصابي برامر ربيعة وشيفه وفي نص الملعب هيبقى إنني وحصان عشور باحت راس الحربة هيبقى محمد فراح وعبدالله السعيد والشهد التاني هيبقى ينزل صالح جمع في نص الملعب عبدالله يفزل تحت وفي الشمار التلزيجي ورسل حربة عامة جمال شكراً لك يا سيف معنا مين دلوقتي؟ من أنا عبدالرحمن من مدينة ناصر صباح الفل عليك يا عبدالرحمن صباح النور عليك يا شيمة عايزة أعرف بقى توقعاتك إيه لتشكيل مبارات مصر وصاد أغندا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي أحمد حجازي خط دفاع سهد الشمير الرمى ربيعة عبدالشافي خط الارتكال حسن عشور النني قدامه بالتلاتة صالح جمعة أحمد الشيخ رمضان صبحي بس الشيخ مش موجود ما سافرش معه من النهار دا استبعدوه صالح جمعة؟ لأ الشيخ طب خلاص حط لصالح جمعة مكينة ما تزعلش نفسك يا عبدالله ماشي قدامه اليوم محمد صلاح شكراً لك يا عبدالله نورتنا معنا مين دلوقتي؟ معنا خالد من المينيا صباح الخير يا خالد الاتصال فصل تعب يوسف من اسكندرية أيوة أيوة يا يوسف صباح الخير صباح النور عايزة عارف توقعاتك لتشكيل منتخبنا الوطني الأول إن شاء الله في مباراته اللي جاية أوصاد أغندا يوم الخميسة اللي جاية بسم الله الرحمن الرحيم أنا شايف في عسام الحضر الجون أيوة وأحمد فتحي ومحمدي الدفال في الجناب واللي في النص صعد سمير وحجيزي واللي في النص النلي وطرق حامد وصلاح وعبدالله سعيد على العبدالله لا صلاح جمع صلاح جمع عشان صلاح جمع عنده فتنس أكتر بشكرك جداً يا يوسف نورتنا ومعانا مين أحمد من اسكندرية أحمد صباح الخير عليك صباح الفل عليك ماشي محمد من اسكندرية ماشي يا محمد معلش إحنا أسفين يا محمد الصباح الخير عليك يا محمد واطي تليفزيون شوية قلنا توقعاتك بتشكيل منتخبنا الوطني الأول في مباراته القادمة قصاد أغندا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي ساعة ثلاثة عصراً بتوقيت القاهرة حياة حياة الحضرة في الجوم أيوة بعد سبيل واحمد حجاجي أيوة ونحية الشمال عبد الشافي ونحية ليهيل المحمد وعبد الله السعيد واشتام عشور ومحمد صلاح وطريسية وعمر جمال شكراً لك يا محمد ومعينا بلال صباح الفل عليك يا بلال بردو من اسكندرية يا بلال بلال صباح الخير ممكن أعرف توقعتك بتشكيل منتخبنا الوطني الأول في مباراته القادمة إن شاء الله أصاد أغندا الحضري أيوة وحجاجي أيوة حجاجي فعل سمير أيوة فعل سمير ومين تاني؟ كمل أنا معاك عبد الشافي أيوة ومين أحمد فاتحي أيوة وطريح حمد ونلي بس كده خلاص؟ أه طب خلاص ميش أنا موافقة شكراً يا بلال نورتنا معنا بيشوي من القاهرة أهلاً سباح الفل عليك يا بيشوي سباح الفل يا شيني عايزة أعرف توقعتك لتشكيل مبارات منتخبنا الوطني الأول القصاد أغاندا إن شاء الله في كنبالا يوم الخميسة اللي جاي إن شاء الله هنكسب بإذن الله أولاً أولاً بإذن الله هنكسب إن شاء الله قول يا رب إن شاء الله بإذن الله تشكيلة شريف إكرامي أساسي أه حجازي وسع أه وعبد الساسي وفحمة فتحي أه وفي النص سنني طبعاً وطرق حامد أه وقدامهم عبدالله الصعيد ومحمد طلاح وطرزجي وعمر جامع بشكرك جداً يا بشوي على المدخلة التليفونية ودي كانت الأراء والأجوبة اللي جات لنا من جمهور تايم اوت سواء من تويتر هاشتاج البرنامج شجع مع الشيما أو عن طريق المدخلة بس معتذر طبعاً نهاردة ما كانش معنا مسجيت من على الفيسبوك عشان وقت البرنامج